الجديد حول أسعار السكر وقرارات عاجلة من الحكومة ووزارة التوين للسيطرة على الأزمة هذا ما سنستعرضه مع حضراتكم في تقطيتنا السريعة فتابعونا ما زالت أزمة السكر تؤرك الشارع المصرية بعد ارتفاع أسعاره في بعض الأماكن ليصل إلى 50 جنيه إلا أن هناك جهود ضخمة من الحكومة ووزارة التوين للسيطرة على الأوضاع وتخفيف العبء على المواطنين ليس في السكر فقط بل في كافة السلع الغدائية بعد أن تم طرحه ب27 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغدائية ويبدأ تداول على السكر الأبيض في البرصة المصرية للسلع الغدائية اليوم الخميس وذلك لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة والتي تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع ومن ثم تحقيق تخفيض في سعر السكر وفي محاولات لحل أزمة السكر الحالية استقبلت مصر 170 ألف طن للسكر الخام المستورد وتعاقدت عليها مؤخرا تضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكميات الأخرى 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجة وكوس وأكد الدكتورة علي مصلح وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر لا تعاني من أزمات في إنتاج السكر مرجع للأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن الاحتياط الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024 وأنه يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهريا على البطاقات التموينية كما يتم السيطرة على أزمة السكر خلال فترة المقبلة مع بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير 2024 وفي محاولة من الوزارة للسيطرة على الوضع فإن كميات السكر التي تتنمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظات من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3000 منفذا على مستوى الجمهورية بالسعر 27 جنيها للكيلو الواحد من ناحية أخرى عقد الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية اجتماعا مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة وأشار الدكتور علي مصلحي إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلعة التموينية والغذائية في مختلف المحافظات مشيرا إلى وجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تنموية لمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزراء في هذا الشأن وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة بتوجهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصري وضمان عدم تأثر توفر السلع بالأزمات الدولية في العالم ووجود رصيد كافي ومطمئن منها وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية وستنونا في لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر